اشتركوا في القناة في كارثة الحريقة بمستشفى الام والطفل في ولاية واتسوف وطلب المواطنون وعائلة الضحايا بفتح تحقيق مستعجل ومحاسبة جميع المسؤولين في المستشفى متهمين اياهم بالتقصير والاهمال وحسب الحصيل النهائية للحماية المدنية لحريق مستشفى الام والطفل فقد بلغ الثمانية اطفال واضف البيان ان الحريق نشب على الساعة الثالثة واثنين وخمسين دقيقة من صباح اليوم اين تم انقاذ 76 شخصا منهم 11 رضيعا واشرت الحماية المدنية انه تم منع انتشار الحريقة لاماكن اخرى من المستشفى حال دون وقوع المزيد من الضحايا ومن جهته قال نسيم برونوايا المكلف بالاعلام على مستوى الحماية المدنية ان اسباب الحريقة تبقى مجهولة الى غاية انتهاء التحقيقات فيما رجح السبب الى شرارة كهربائية في سياق اخر تستأنف اليوم او تستأنف اليوم محاكمة ابرز رموز النظام السابق حيث من المرتقب ان تتواصل لليوم الثاني على التوالي بعدما انتهت جلسة امس في ساعة متأخرة من الليل وكانت المحكمة العسكرية امس قد رفضت تأجيل القضية المتابعة فيها كل من الفريق المتقاعد وقائد جهاز المخابرة الاسباق محمد مدين المدعو التوفيق واللواء عثمان طرطاق منسق الاجهزة الامنية السابقة الى جانب الامينة العامة لحزب العمال لويزا حنون وشقيق الرئيس الاسباق السعيد بوتفليقة فضلا عن الجنرال المتقاعد خالد نزار ونجله نطفي وابن حمدين فريدة وقرر القضي العسكري مباشرة محاكمة المتهمين الماثلين حضوريا في القضية كما رفض الاستجابة لطلب هيئة دفاع الفريق التوفيق الذي التمست تأجيل القضية وذلك بسبب الحالة الصحية التي يعاني منها موكلهم حيث قرر رئيس الجلسة المكلف بالفصل في القضية والملف الذي يعد الأثقل في تاريخ الجزائر المستقلة مباشرة القضية نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر